تعد السياحة العمود الفقري للعديد من اقتصاديات دول العالم ولكن بفعل جائحة كورونا تأثرت هذه الصناعة التي شهدت تضاعف وشهدنا قيمة هذه الصناعة تضاعفت بثلاثة أضعفها من 94 مليار دولار إلى تريليون وتسعمائة وستمائة مليار دولار خلال العشرين عام الماضية بالنسبة لجائحة كورونا وكيف أثرت على هذا القطاع السياحي بالنسبة لعدد السياح شهدنا تراجع بأكثر من 50 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2020 منذ بداية الجائحة صدرات السياحة كذلك شهدنا فقدان نحو 320 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام منذ بداية الجائحة شهدنا خلال هذه الفترة ومنذ بداية جائحة كورونا توقف تام لقطاع السياحة وقطاع الطيران تحديدا خلال الأربعة أشهر الأولى منذ بداية جائحة كورونا ما هي توقعات منظمة السياحة العالمية لهذا القطاع تراجع السياحة الدولية ما بين 58 في المئة إلى 87 في المئة في 2020 إنفاق الزائر كذلك شهد تراجع كبير من تريليون وخمسمائة مليار في 2019 إلى ما بين 310 مليارات دولار وخمسمائة وسبعين مليار دولار في العام 2020 كذلك الوظائف مهددة ولدينا 100 مليون وظيفة في القطاع السياحي معرضة لذهب وهنا شهدنا كذلك تراجع كبير في عدد الوظائف عالميا وفي العديد من دول العالم بسبب جائحة كورونا بالنسبة لقطاع السياحي العالمي يعد هذا القطاع أحد القطاعات الأكثر تدررا من جائحة كورونا بين القطاعات التي شهدناها خلال هذه الفترة كذلك يحتل المركز الثالث كأكبر قطاع تصديري في الاقتصاد العالمي ويشكل 20% من الدخل القومي لبعض الدول في العديد من الدول العالم 7% من التجارة العالمية كانت في العام 2019 للسياحة توظيف شخص واحد من كل عشرة أشخاص على المستوى العالمي كذلك شهدنا كذلك العديد من التقارير أحد تقارير أونكتاد قالت بأنه مقابل كل مليون دولار تضيع في عائدات السياحة الدولية يمكن أن ينخفض أو يخفض الدخل القومي لأي بلد بما يصل إلى ثلاثة ملايين دولار بالنسبة لهذا القطاع الذي يعد قطاع حيوي بالنسبة للعديد من الدول والذي تأثر بشكل كبير من جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر